بسم القاب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين المزمور 126 وكده احنا وصلنا للسلمة رقم 7 في المصاعد اللي بتؤدي للهيكل يعني المزمور ده بيتقالع الدرجة السبعة من السلم إلى الهيكل المزمور ده اتكتب بعد السبي وبيتكلم عن فرحة وسعادة الشعب بعد رجوعه من السبي وقد ايه هو ممتن ربنا وبيرنم لربنا لأنهم أخيرا رجعوا لأرضهم واستراحوا في أرضهم ولأن ده المزمور السابع من ترنيم المصاعد أو الدرجة رقم 7 فهو بيعبر عن اليوم السابع في الخليق اليوم اللي ربنا استراح فيه يوم السبت فجه المزمور ده بيتكلم عن الراحة اللي ربنا ريحها لشعبه بعد رجوعه من السبي بس بالأكتر احنا بنقراه من ناحية الروحية هي راحة أي إنسان كان مسبي في الخطية لكن ربنا أراحه من الحروب اللي كانت تعباه ومضيقاه تعالوا نصلي المزمور مع بعض لما ربنا بيرد سبي صهيون بنبقى زي ما نكون في حلم من كتر الفرحة أفوهنا بقت مليانة ضحك وترنم كل الناس بقت بتقول ده ربنا بتاعهم عظيم وعمل معاهم عمل عظيم خل يا رب دايما عملك معان عظيم وفرحنا زي ما انت فرحتنا كده ورجعتنا من السبي بس نفسنا يا رب نطلب من أجل باقي إخواتنا اللي لسه في السبي وما رجعوش هم مخطوعين فرحانين بالمشاريع اللي عملوها في العراق في بابل ومتمسكين بالفلوس اللي جابوها وبالزيجات اللي تزوجوها هناك واستقروا لا يا رب ردهم تاني ردهم من الجفاف اللي هم عايشين فيه ده عشان يبقوا زي السقية اللي عندنا هنا في أرشاليم اللي بتجري بطلع مية هم عايشين هناك في جفاف ردهم يا رب لماء نعمتك معانا في أرشاليم احنا فرحانين برجوعنا لكن مش هننسي إخواتنا يا رب ردهم زي مردتنا صحيح بالرغم ان احنا فرحانين لكن هنظل نبكي ليك يا رب ونقدم لك الدموع لغاية ما تجيب لنا إخواتنا معانا هنا من السبي لأن انت قلت لنا إذا زرعتهم بالدموع هتحصدوا باللي بتهك وده احنا جربناه يا ما بكينا واحنا في السبي ودلوقتي بنحصد أجر توبتنا إنك رجعتنا وعيشتنا في راحة تمام زي الزارع اللي يوم الزارع بيشيل بزار وبيتعب وبيكتهد جدا عشان يزرعها لحد ما ييجي يوم الحصاد يحمل حزم وحصاد كتير يفرح قلبه ويملات رنم أمين يا رب حول تعبنا ودموعنا لحصاد بسم الآب والابن والروح الكدسة الإله الواحد أمين المزمور المية 26 بيتكلم عن حالة الشعب بعد ما رجعوا من السبي وقد إيه كانوا عايشين في الأول فيه دموع وتعب وانصحاق أمام الله عشان يرجعهم وربنا نظر لدموعهم فصحيح زرعوا بالدموع بس حصدوا بالإبتهك ونقدر نطبق نفس الكلام ده على حياتنا الروحية على قد ما بنحصد بالدموع بتاعة التوبة على قد ما بنحصد بالبركة وبالنعمة ده يفكرنا بأشهر كديسة عياتت وبكت وقدمت دموع عشان ربنا ينقذ ابنها الكديسة مونيكا إنسانة عظيمة أم الكديس أغسطينوس اللي نقدر نسميه ابن الدموع يا ما بكت وزرعت بالدموع بس حصدت بالإبتهاج حصدت قديسة عظيم أغنى الكنيسة بكتاباته وعزاته وصلواته القديسة مونيكا كانت عايشة في القرن الرابع الميلادي في الجزائر وكان ليها زوج وكان ليها حما وثنيين وعناف جدا كانوا بيتعبوها أشد التعب زوجها وحمتها اللي عايشين معاه الحقيقة بالرغم من كده ربت عيالها تربية عظيمة لدرجة ويمكن إحنا ما نعرفش كده عن الكديس أغسطينوس إن كان عندها ولدين وبنت الكديس أغسطينوس ولد تاني وبنت الولد التاني ده والبنت قدرت تأثر فيهم موسط الجو الوثني ده كله إنهم يبقوا مسيحيين زيها زي مامتهم ومش بس كده اطره بينه هما الاتنين الابن والابنة وبقى مش فضل لها غير ابنها أغسطينوس اللي مشي في سكة الخطية وكان ليه ابن من الخطية وكان ليه عصابة كان زعيم عصابة كبير وكان ماشي في سكة الفلسفة والبلاغة والبيان اللي بيستخدمها علشان ينكر لهوت الله ووجوده من الأصل كديس أغسطينوس كان ماشي في سكة الخطية حتى النهاية فضلت الكديسة مونيكا تزرع بالدموع وتسمع عنه إنه سافر من كرطاجا في الجزائر لروما سفرت وراء راح لميلان سفرت وراء ومنين ما يخرج حتى من حصص البلاغة اللي بيحضرها يلاقيها مستنيا على الباب بتبكي وهو كان قاسي القلب جدا وكتب في اعترافاته إنه ما كانش بيبالي بدموع أمه وبيعتبرها واحدة مسكينة ومضيعة عمرها مع المسلوب يقصد المسيح القديسة مونيكا ما اكتفتش بكده دي كمان كانت بتبكي وبتأثر في جزها وحمتها لدرجة إن جزها وحمتها تحولوا للمسيحية على قديها يعني غيارت جزها وحمتها رهبنت ابنها وبنتها وفضلت بقيت حياتها مقراسة روحة لأغسطينوس جريت وراف كل مكان راحت للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان في إيطاليا المشهور وقالت له يعتني بابنها ويكون قبعة رافلي وفضلت تبكي لدرجة إنه قال لها ما تخفيش يا بنتي لن يهلك ابن هذه الدموع اللي بيزرع بالدموع هيحصد بالابتهاج وسطه على ابنها وربنا اشتغل في ابنها بدموعها والغريب إن أغسطينوس يحضر مصادفة عيزة للقديس أمبروسيوس يتشدله يتشدل الأول لفلسفته بعد كده يروح يقعد معاه ويتوب على قديه ويبتدي بقى من الموعظين لمدة ست شهور وأخيرا يتعمد وتبتدي الكديسة مونيكا بعد ما تطمنت على آخر فرد في أسرتها إنه عارف المسيح تبتدي صحتها تضعف وتخش في غيبوبة وساعتها يدوبك الكديس أغسطينوس كانت عمت أمرح لها ويقول كده في كتاباته أعدت جنبيها أمرضها وأخدمها عشان أطمن عليها وكنت ببكيها بقدر ما بكت علي قال كده أنا بكتها بقدر ما بكت علي لغاية ما فأت من الغيبوبة لفترة ضعيفة شافته فيها وطمنها على نفسه إنه هو ماشي في سكة المسيح وإنه ابتدى كمان يبني دير صغير ويعرف الناس برهبانة ويتلمس على قديره بانجوداد اطمنت وغمضت عنيها وتنيحت بسلام صحيح زرعت بالدموع حصدت بالابتهاج زهابا كانوا زاهبين بالبكاء حاملين بذرهم فعادوا بالفرح والترنم حاملين حصدهم جميل هذا المزمور يعطي رجاء لكل إنسان بعيد إن توبتك ترجع قديس مش بس كده دموعك من أجل غيرك قد تكون سببا في توبتهم ورجعهم للفرح الحقيقي في حضن المسيح ترجمة نانسي قنقر